السلام عليكم سنتحدث عن الخطوة الثانية الخطوة الأولية الخطوة الأولية خذناها على مدى مخاطرتين الخطوة الخطوة نحضرها في المرتين نركض الآن نركض على كلمة في الخطوة الثانية هي أ Parker sum أفضل الواضع في فضل التواجد تقارن موضوع واتفضل الواضع ما هو Design وكالمة تتقسم نوعين ويأتي بشكل موضوع وهو اسمبتك المموضوع ولكن هذه المنفوع تقدر ليسوا بها زي مثلاً layout بتاع الpage بتاعك الmenus تشكلها عاملة زي feeling بتاع الشخص لما يدوس على حاجة معينة في الweb site او في الproduct بتاعك icons, colors, theme بتاع الحاجات اللي هو بيتعامل معاها كل الحاجات المرئية كل الحاجات الفيج والأفيرنس دي كلها بنسميها concrete design وده يضطيناها بالتفصيل في الinteraction lecture lecture number 6 لما كلمنا على الinteraction methods وكلمنا على العشرين طريقة اللي نقدر نعمل بها فده يعتبر كله concrete design في بقى نوع تاني من ال design اسمه conceptual design وده بيفكر او ده بيوصف الفكرة بتاعة الproduct اللي انت بتعمله انت عايز تعمل product فالفكرة بتاعة الproduct ديه ازاي تقدر توصلها لليوزر بحيث يبقى الموضوع بالنسبة له intuitive يعني يقدر هو يستخدم الproduct ويفهم الproduct عبارة عن ايه بسهولة من غير ما يحتاج تشرح له او او من غير ما يحتاج لو يقرأ اي manual عن الproduct ده الconceptual design بيبتدي عن طريق اللي احنا بنلم ال requirements اللي احنا خدناها من قبل كده وبنسأل نفسنا بعض الاسئلة هي الproduct بتاعنا ايه الجول بتاعه احنا نعمل بي ايه او ايه الحاجة اللي هتسهل حياة الناس او الناس هتستخدم الproduct ده في ايه بتحط نفسك مكان اليوزر بعد ما انت جمعت كل ال data اللي انت جمعتها في المرة الحالة اللي فاتت من اليوزر وتشوف ايه ال needs اللي اليوزر ده عايزها وانا لو عايز استخدم الproduct ده هيكون شبه ايه من الحاجات اللي انا عارفها بيزدع المعلومات بتاعك وده اللي بيطلع منه حاجة اسمها conceptual model يبقى ال requirements بناخدها بنقد نسأل نفسنا حابة الاسئلة ديه وبننتحل تخصية اليوزر عشان نطلع بعد كده بحاجة اسمها conceptual model الصلاة دي خدناها قبل كده في lecture 3 لما كنا بنتكلم على human وبنشوف ال brain شغال ازاي والناس بتفكر ازاي وكلمنا على induction والabduction والdeduction والحاجات دي كلها فاحنا قلنا اللي فيه حاجة اسمها mental model عبارة عن فهم اليوزر اللي الحاجة شغالها ازاي الديزاينر بيبقى عنده mental model للبرودكت اللي هو عايز يعمله واليوزر بيبقى عنده mental model للبرودكت اللي هو شافه فلو توافق الmental model بتاع الديزاينر مع الmental model بتاع اليوزر البرودكت بينجح ويبقى سهل الاستخدامه التعريف بتاع المنتل model اللي هو عبارة عن الشكل اليوزر بيفهم بيه البرودكت بيبقى على الاستخدامه وممكن يكون الاستخدامه دي مش دقيقة وممكن تكون الاستخدامه دي تقريبية وممكن المنتل model اللي يطلع منها مش 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 صح وتكلمنا على موضوع المنتل model الغلط قبل كده وازاي واحد ممكن يفهم الحاجة غلط فيبقى يحصل عنده المسكنسيبشن بس المنتل model محتاجينها زي ما تكلمنا قبل كده عشان اقدر اتعامل مع الحاجات معهم الشرط اللي انا عشان اتعامل مع حاجة اللي انا لازم اقرأ كل حاجة عنها هوافهم كل حاجة وملم بكل حاجة فيها لا فيه تقريب كده او فيه حاجة الواحد بيقول تقريبا البرودكت ده بيعمل كده وحيستخدم بالشكل ده عشان يبتدي يستخدمه وتاني ده الناس لو ناسية النقطة دية بترجع للتعريب بتاع الامدكشن والابدكشن والديدكشن وتفهم مين فيهم بتاع ايه عشان تقدر توصلها فكرة المنتل model اللي احنا كلمنا عليها دلوقتي هنغير بقى حاجة النهاردة ونقول للمنتل model بتاع الديزاينر مش هنسميه mental model هنسميه conceptual model ده الكونسبت اللي الديزاينر حط على اساسه البرودكت بتاعه المتوقع فيفهم استخدامه للبرودكت اللي انا بقدمهه ده بقى حنسميه conceptual model تعريب بتاع الconceptual model اللي هو كأنها فكرة عن السيستم شغال ازاي وورجنيز ازاي والحاجات تنتر اكت مع بعض ازاي خلينا ناخد مثال على موضوع الconceptual model ده وخلينا نقول لو انا عايز اعمل ديزاين لايبوك electronic reader for e-books عايز اخلي حد يبقى عنده device الكتروني يعرف يشتغل بيه ويعرف يقرى بيه كتب الconceptual model بتاعي لازم يماتش المنتل model بتاع اليوزر طب المنتل model بتاع اليوزر يفكر في ايه لما كلمه عن reading experience طبيعي اليوزر هيفكر في الكتاب بشكل الكتاب المعروف اللي هو في صفحات هتبقى موجودة فلازم انا انقل الفكرة بتاعة الصفحة لليوزر مش صح اللي انت مثلا تقول اللي انا هخلي كل الكتاب كده scrolling one page one long page فيها كل الcontent كل الcontent بتاعة الكتاب وراجل بس بي scroll كده انت عملت losing لوحدة من الحاجات اللي هو كان متعود عليه هو متعود الصفحة وصفحة تتقلب وصفحة فيها يمين وصفحة فيها شمال فالشخص نفسه الحتة دي هيفقدها لو راح للproduct بتاعك اللي هو الإي بوك بتاعك طب ايه تاني اليوزر بيكون مفكر فيه لما اقوله reading experience اليوزر كمال بيبقى مفكر في العلامة اللي هو بيحطها على الكتاب لما عايز يقف عند حتة معينة الحتة دي برضو في دماغه لازم ده تعتبره كواحد من الconcept اللي عاد تعملها capture تحطها في الproduct التاعه لازم تديله إمكانية اللي هو يبوك مارك بيجي معينة طب اليوزر برضو بيعمل ايه اليوزر ممكن اليوزر يقول انا بهايلايت حتة معينة في الكتاب او بكتب كومنت او باي كده في المسودة بتاعة الكتاب على جنب في الفهرس باعد اشغبط على حاجات معينة لازم تديله إمكانية اللي هو يشغبط في الكتاب يهايلايت حاجات معينة ياخد كودس معينة ده برضو يعتبر concept لازم تعمله capture في الproduct التاعه بتقدمه له برضو في يوزر يقول انا بعمل recommend لصحبي لكتاب معين انا عايز ابعت لصحبي اقول له الكتاب ده كويس او عايز اعمل summary لصحبي اقول له الكتاب ده بيتكلم عن كذا 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 واعمل sharing لبعض الاجزاء من الكتاب ده كل الحاجات دي يتضبر برضو جزء من experience او جزء من mental model بتاع اليوزر فلما انت تيجي تقول اليوزر انا هقدم لك الproduct ده اليوزر نفسه مبني experience بتاعته على الحاجات اللي انا لسه بقول هاي مبني هو متوقع اللي انت لما تديله product هتديله امكانية اللي هو يقلب صفحات يركومند حاجات يكتب summary يهيلايت يبوك مارك كل حاجات دي في دماغه تخيل بقى انت لو اديت له product مفوش حاجات دي الproduct ممكن يبقى شغال وبيديله experience بس مش هي reading experience اللي هو كان متوقع فيبقى هنا فيه خلاف ما بين ال mental model بتاعك بتاعه وال conceptual model اللي انت بنيت عليه الproduct اللي انت عايز تقدمه له فقد ينتج عن الخلاف ده اليوزر ما يعرفش يستخدم البرنامج ممكن تكون انت بتديله experience احسن من اللي كانت عنده بس هو احنا مشكلتنا هنا في ايه مشكلتنا هنا في usability اللي هو مش هيعرف يستخدم البرنامج بسهولة لازم هيحصل عنده كده resistance اللي هو بلا مش هو ده اللي انا كنت عايزه او مش ده اللي متوقعه الى ان يتقبل الحاجة دي وبتدي يشتغل بيه دي نقطة نقطة تانية اللي هو طب تعالي بقى فاهمي اللي بتاع ده شغال ازاي وعمره مع يفهم لوحده كده اللي بتاع ده شغال ازاي وبتدي ايه يتحرك فيه اذا في مجموعة concepts احنا نقدر نطلع بيها من موضوع reading experience الconcept دي ممكن نقول اللي هي navigation اللي اللي واحد بي navigate والannotation اللي واحد ممكن يannotate حتة معينة وي highlight حاجة معينة في الكتاب او يكتب comment على جزء معين او حتى يكوبي جزء من الكتاب ده وياخده في حتة تانية في activities برضو ممكن activities دي اللي هو هي recommend او هي comment او هي summarize جزء من الكتاب الحاجتين دول مع بعض او concepts مع activities هي دي اللي بنسميها conceptual model اللي انا بقدمه للproduct اللي انا بستخدمه طب ايه اللي يحصل بقى لو حصل اختلاف ما بين الmental model بتاع اليوزر والconceptional model بتاع designer هيبقى السيستم بتاعك او الproduct hard to learn and use طب برضو بيحصل حاجة اللي انت ممكن تبقى مركز مع user set معينة وناسي users تانين يعني مثلا تكون انت مركض مع اليوزر السيجمانت بتاع اليوزر اللي هي جاية من الكتب ورقية وناسي السيجمانت بتاع اليوزر اللي شغالين مثلا بحاجة زي كيندل كيندل ده برضو حاجة كانت منزلها امازون من عشر سنين ولسه شغال حد الوقتي بتعمل اي ريدنج ممكن الناس دي ال ui هناك او ال ux هناك كان شغال بشكل مختلف فانت ممكن تركز مع ناس وما تركز مع ناس فتلاقي اللي في ناس تقبلت الموديل بتاعك حصل ماتشنج ما من المنتل والconceptual model لكن الناس تاني انت اهملتهم او ما تعرفهمش او بالغلط تكون انت باني الconceptual model على هو ده اللي موجود التكنولوجي بيبتقدم لي حاجة غير كده تمام؟ يعني مثلا تكون انت حاولت تعمل البرودكت ده من خمستاشر سنة لما كانش فيه لسه فيه touch screens فتكون اللي اتا عمله اللي انت الحركات او النافجيشن على الكتاب يكون عن طريق اللي هو ايه يدوس يستعمل ماوس او يستعمل buttons معينة hardware buttons موجودة على ال device من بره فيكون المنت الconceptual model بتاعك مفهوش حتة اللي انا اقلب بسبوعي كده الكتاب فلو انت بترفلكت الcapabilities او الhardware او software limitations اللي موجودة عنك ومش بتفكر في المنت ال model بتاع اليوزر هيحصل برضو المسماتش ما بين الاتنين اليوزر مش هيعرف يستخدم الحاجة ده تخيل حد ما استعملش خالص كمبيوتر وبتقدم له البرودكت بتاعك والبرودكت بتاعك بتدهوله هو مش عارف طب انا عمل ايه عايز اقلب الصفحة هعمل ايه اللي بيعرفه اللي هو بيقلب الصفحة بيعمل بصوبع وكده على الكتاب بيتقلب فحيحاول يعمل الكلام ده مش هيلاقيها شغال عشان الليميتيشن اللي موجودة عندك كهاردوير فحيحصل عنده ايه المشكلة بتاع الليرنابلتي او اليوزابلتي الفيديو ده بيقدمه لنا دون نورمان واحد من المشاهير بتاع ال HCI وبيكلم فيه عن حالة او situation حصل مع واحد صاحبه حصل مشكلة او حصل مسمح ما بين الكنceptual design والمental design الالوزر شافه لان فرقال بيديو مابا بيضع بيديو مريكو بيديو مريضون بيديو مريضون لينه دون نشوف الولان المغربة مهمة بيديو مريضون وليس مستخدم مريضون وعاول سيئة فورد. ما هي السيارة؟ أحيانا في حالة لتحرق المنزل في مصرحة الهتالي كانت تجربة جميعاً جميلة لنحضنا لنضعنا بيشارة مصرحة لنحضنا بيشارة مصرحة مصرحة لنحضنا لنضعنا بيشارة مصرحة لنضعنا بيشارة مصرحة وزعى ملائقا وحياتي ملائقا مجتمع الجميع لأنه سيكون أفضل على المكان لأنها تقوم بسكرة لأنها تقوم بسكرة أجل تقوم باستخدام إلى أجل تقوم بسكرة ويجب أن تقوم بسكرة فتح لذلك يجب أن تقوم بسكرة فتح بسكرة Er having my usual model of a WBS as it's flat. picked and horizontal. Yes , Aliment thinking difficult. consortium environment and particularly the wife J Bueno 1 bowl on top of the other there was nothing to let you know you were holding in your hand when you filled it and you filled in it while it was on the table then it would have been ok Yes except you maybe couldn't have put as much milk in it Yeah but this is the breakfast buffet so you're standing there with the bowl in hand ما كانت تقرأتها هو أن تجعل ممتازة جيدة لتجعل المتابع المتابع يدعي هذا المطابع وعلى إنتظار يدعيه إلى المكتب لذلك يدعيه إلى مدينة مختلفة اللي حصل هنا زي ما عارفين او زي ما شايفين من الراجل حكاية ان الديزاينر كان عامل ديزاين بتاع الطبق ده ميل عشان يقدم برزنتيشن حلو للشخص اللي حياكل فيه بس في الاخر اليوزر لما جايت تعمل الطبق بالشكل اللي احنا شوناه وقال اللي هو بيحب يمليه الطبق بالشكل الحد الحافة عشان هو بيحط الحاجة بالشكل اللي هو راه لنا وجا بعد كده يحطه زي ما بيحط الأطباق اللي هو متعود عليها حصل الشكل ده فده كليير اكزامبل اللي ازاي الكونسيبتشوال موديل لما عمل كنترودكشن مع المينتال موديل حصل اليوزر بيتي اشو اللي احنا شايفينها قدام يبقى الكونسيبتشوال موديل احنا هوك نقسمه لمجموعة حاجات الحاجة العرونية الكونسيبتشوال اللي هي الاشياء او الافكار اللي الناس هتستخدمها واحدة عملية حبة اوبريشنز ودي بتختلف حسب كل بروتكتشوال يعني مثلا في المثال بتاع الريدن كانت كونسيبتشوال مختلفة اللي هي الهايلايتر والبوك ماركر والبيجست والكتاب دي حاجات اللي هي كانت عندنا لو شوفنا مثال تاني مثلا واحد عايز يعمل برنامج بيكلم عن الدايت والرجيم والحاجات دي هيبقى الكونسيبت المقابل لحاجة زي كده الميزان او الحاجات اللي الناس بتفهمل معها للناس بتعمل ضايت واحد عايز يعمل حاجة اللي هي علاقة بال online education هيبقى الكونسيبت بتاعه الصبورة والفصل والجدول الحصص والحاجات اللي هي علاقة بال éducation واحد عايز يعمل الكونسيبت اللي هي علاقة بال time management هيبقى الحاجة المكافأة كده الكلندر او الجدول الموعيد او الدياريز او الحاجات اللي هي متعلقة بالكلام ده وهكذا فالكونسبت بتبقى الحاجات اللي انت عايز تقرب بيها الصورة للمستخدم وبتحاول تحاكي المستخدم المستخدم او الحاجات اللي ممكن تيجي في مخيلة المستخدم في البرودكت بتاعك الكونسبت دي بيبقى فيه ريليشنز ما بينه ممكن يكون كونسبت جواه كونسبت يعني حاجة شيلة حاجة جواه او حاجة بتتفاعل مع حاجة جواه ممكن يكون الكونسبت دي فيه اختلاف الاهمية بتاعتهم الكونسبت هو الكور بتاع ديزاين بتاعك وكونسبت تانية بتخدم عليه الحاجة الاخيرة المابينج ما بين الكونسبت واليوزر اكسperience اللي هو متوقعها عليه يعني الابريشنز اللي اليوزر هيعملها على الكونسبت دي ومدى ملقمت او مدى وجود مابينج ما بينها وما بين اللي هيحصل في البرودكت بتاعك مثال الحكاية دي لو انا بقى مثلا براوزر واحدة براوزر كلمة براوزر نفسها معناها اللي هو ببراوز او اكسبلولر معناها اللي هو بيكسبلور يعني الاكسبلور احنا عارفين واحد بينزل مثلا ويطلع الصحة ويروح صحاري ويطلع جبال ويكتابي اكسبلور برحالة خلاص بس اكسبلور احنا عارفينه في الكمبيوتر اللي هو البروزر انترين اكسبلور مثلا فانا ممكن افزت سايت برضو اللي هو بتتكلم ليها برا الكونتكست تاعت الكمبيوتر يعني اللي انا اروح موقع موقع هنا مثلا رحت الاهرامات رحت الغرداءة رحت باريس رحت اي حتة من حتة دايه وممكن ارفزت الموقع دي وممكن ابوك مارك اعلم على الموقع ده موقع محبب الى قلبي والموقع ده موقع فيه ذكريات فيها الحاجات دي كلها لو احنا هنعمل لها capture في الكسبلور اللي هو بيفيزت ويبسايتس مش السايتس اللي هي الفيزيكال سايتس يبقى احنا برضو انا ممكن اكون رحت مثلا الاهرامات وعايز اروحها تاني يبقى انا برضو ممكن لما بعمل الكسبلور انا رحت ويبسايت ده وعايز اروحه تاني وعايز اعلم عليه بحيث اعرف اروحه بسهولة ممكن اكتب حبة نوتس على الوودسايت دي وده كان فيه برودكت ايم كده اللي هو بيحط زي التاشمنت على كل ووبسايت بحيث انت ممكن تكتب حبة كومنتس على الوبسايت اللي انت رايحه والكومنتس دي تبقى لوكل متسجلة عندك فده برضو مابنج ما بين الحاجة الوبريشنز اللي انت عملتها مع الريل كونسيبتس اللي احنا استعرناها هنا ومع الحاجة اللي احنا في البرودكت بتاعتنا هتبقى موجودة هيا اخد مجموعة امثلة عن الكونسيبتشوال موديلز والكونسيبتس اللي احنا بنشوفها دلوقتي وبنتعمل معها كأنها حاجة عادية بس لما تقدمت من عشرات السنين قبل كده كان في استعارة واحنا بنطرح الكونسيبت ده الناس كانت مكادش الشكل ده والشكل المتعرف عليه زمان زي ايه مثلا زي الديسكتوب ديسكتوب لما قولك كلمة ديسكتوب دلوقتي وانت واحد من في القرن الحالي اللي احنا فيه ده بيجيجي في دماغك الديسكتوب ببتاعها الكمبيوتر لا الديسكتوب ككلمة في الانجليش هو الديسكتوب سطح المكتب سطح المكتب بتحط عليه تفرد عليه تحط عليه مسكفي بتاعك تحط عليه القلم تحط عليه كرصاتك تحط عليه الحاجات اللي انت بتتعمل معاها في اليوم بتاعك بس نفس الكونسيبت ده الحتة اللي بتفرد عليها الشغل بتاعك الطاولة اللي انت بتشتغل عليها سطح المكتب بتاعك يكافئ نفس الحاجة اللي إحنا بنعملها لو هنروح للكمبيوتر لو هنروح للكمبيوتر وعيز أفرد الحاجات اللي أنا بتعامل معيها أحط حاجات هنا وهو ده فعشان كده استعارنا كلمة الديسك توب اللي هو سطح المكتب بقى هو سطح الكمبيوتر بس هنسموتش بقى سطح الكمبيوتر ومشنا نسموتوش الشاشة الرئيسية لأ سميتو ديسك توب ليه؟ عشان أخذ كل المنتال موديل وكل الإكسپيريينس بتاعتك على الديسكتوب وحطها لك قدامك هنا اقول لك كل اللي انت كنت تتعمله على الديسكتوب بزمان ممكن تعمله على الديسكتوب الجديد اللي هنا ممكن ترس حاجات ممكن توزع حاجات في الكورنر تزيح حاجات يمين تزيح حاجات الشمال هو ده ديسكتوب بتاعي وده اللي قدمته شركة زيروكس من خمسين سنة قبل كده طب واحد تاني برضو من الكونسيبت معروف جدا حاجة اسمها الاسبريدشيت الاسبريدشيت دي من زمان اللي هي الورق اللي كان بيبقى مخطط ومتقسم لجداول بيستخدمها الناس بتاع المحاسبين وده كان شكله خلاص بيبقى ورقة كده فيها خطوط متخططة كده بالطول وبالعرض والناس بتكتب في السلز بتاعتها الارقام والحاجات دي عايزين يقدموا نفس الاسبريينس دي بس بشكل الكتروني سموها ايه؟ سموها سبريدشيت برضو سموها سبريدشيت وعملوا اول سبريدشيت برضو من خمسين سنة بالشكل اللي احنا شايفينه ده اللي هو بعد كده تطوروا بقى السبريدشيت اللي موجودة في الديسكتوب زي اكسل او موجودة على الويب زي جوجل شيتز فهنا احنا استعارنا كلمة سبريدشيت من الكونتكست بتاعها او من السياق اللي هي بتستخدم به فيزيكالي في الاطار المحاسبة لذي سبريدشيت اللي احنا شايفينه دلوقتي دلوقتي لما اقولك سبريدشيت اول حاجة بتيجي على دماغك مش الشكل ده اللي انت عمرك ما تكون شفته لأ الشكل اللي احنا بنشوفه اللي هو ده شكل سبريدشيت برضو من الكونسبت المعروفة الويب الويب معناها شبكة شبكة العنكبوت دي اللي هيسمها الويب ليه؟ عشان هي حاجة بتوصل حاجات كتير ومتشعبة وفيها حاجات كتير وفيه نوقات كتير موجودة فيه الفكرة بتاعة الويب لما اقولك ويب زمان غير ويب دلوقتي ويب دلوقتي بقى الكلمة المعروفة مش الكونسبت الاولاني اللي هو الويب او النت بتاعة العنكبوت لا بقيت الويب اللي هو الانترنت اللي هو اللي احنا بتعمل معاه كل يوم فهنا كان فيه كونسبت اللي بفيه شبكة الشبكة العنكبوتية دي وبعد كده عشان يقول للويب او اللي الموقع هتبقى مترابطة مع بعضها وبتظهر تبعت لبعضها واستعارك الكلمة بتاعة الويب دي واستخدمها في الويب 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 الويرلللالو والي ويوب فهنا برضو ده concept تم استعارته واستخدامه في مكان تالي طيب انا لو عايز اعمل conceptual models ايه الحاجات اللي تساعدني اللي انا اعمل conceptual models ايه حاجة اسمها mode board mode board جاي من اسمها كده mode عشان يحطك في المود ادخلك في المود بتاع اليوزر فاكرة المود بورد زبرا نيه بيجيبوا كده زي حيطة كبيرة او بورد كبيرة قوي ويلزق عليها بعض الحاجات الليها علاقة بالproduct اللي انت بتعمله يعني لو انت بتعمل حاجات الليها علاقة بالاطفال بتحط حاجات الليها علاقة بالاطفال حواليك لو انت بتعمل حاجات الليها علاقة بالfashion بتحط حاجات الليها علاقة بالفساتين حواليك تحط الالوان تحط الاشكال تحط زراير تحط حاجات كده عشان يدخلك في المود بتاع الconceptual zone بحيث انت داخل كده بيتفكر وبتتخيل واللواعي بتاعك بيحاول يبني concepts او يقدم concepts او يقدم product لها علاقة بالحاجات اللي هو شايفة طيب فالمودبوردز من التولز اللي بتساعدك في اللي انت تعمل conceptual modeling من الحاجات الظريفة اللي هي حاجة اسمها MC الامسي عبارة عن ايه؟ MC او user MC معناها اللي انت بتنتحل شخصية اليوزر انت بتنتحل شخصية اليوزر بكل مشاكله وبكل امكانياته وبكل القصور اللي عنده قصور physically او قصور mentally يعني لو يوزر جاهل ومايعرفش يستخدم حاجة معانا بتحاول انت تبقى برضه تبقى جاهل زيه عشان تعرف تعمل user MC تنتحل شخصيته لو يوزر عنده disability معينة او ما بيشوفش حاجة او مايعرفش يمسك حاجة برضه تحاول تبقى انت زيه عشان تحط نفسك مكانه وتعرف اليوزر يعرف يعمل ايه ومايعرفش يعمل ايه عشان ما تتفاجئش بعد كده من الحاجات الجميلة اللي بتتكلم عن اليوزر امسي الحاجة اللي عملتها شركة فورد عشان تعمل يوزر امسي للانجينيرز بتوع ديزاين اللي عندها هنا كانوا عايزين يعملوا ديزاين لعربيات بتناسب كبار السن كبار السن معروف اللي عندهم مشاكل معينة مشاكل مثلا في النظر مشاكل في الحركة مشاكل في يمسكوا حاجات كل المشاكل دي ازاي اقدر اقربها للناس اللي بيعملوا ديزاين للعربيات بتاعت فورد للفئة دي ازاي اقول لمهندس في العشرينات فكر في الراجل اللي عنده خمسين او ستين سنة ازاي اقول له الراجل دي مش هيعرى في يعمل كذا او هيعرى في يمسك دي بالشكل الفلاني او مش هيشوف دي اصلا الموضوع ده كان تشالنجين جدا بنسباله فعملوا حاجة اسمها سيرد ايج سووت السيرد ايج سووت دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بدلة بتلبسها لما تلبس البدلة دي تخليك عجوز تلاتين سنة تضيف على عمرك تلاتين سنة تخليك ما تقضيك تبقى كأنك انت بعض تلاتين سنة في حتة الحركة والرؤية والسماع والحاجات دي كلها هنتفرج على الفيديو الزريف ده هو بيورينا ازاي شركة فورد عرفت تعمل يوزر امسي بالانجينير زبتوها عشان تحاكي الكبارسة ترجمة نانسي قنقر أجل إلى 30 عام. الحادي 3 شذفت مختلفة من المعلومات التي تنظر ان الأسلوات سمع أحداً مقająحة من المعلومات السنية تريد من المحليات التعني المغلقة فف tookه شئ المعجلة أول مختلفة وهي بالضغط على قالات صدفة البلاء وتميزع الجيلات وتميزع إلى الجهة التشعر portتا visibility Berorان يمكننا التأثير من المؤلاء The so-called orthoses stiffen the knee joints and limit their movement This does not only impede standing up and walking but also getting in and out of a car Usually such orthoses are used by orthopedic surgeons to immobilize injured limbs after accidents and operations The elbows are stiffened in the same way Additional orthoses on the feet simulate the difficulty to lift the foot which quite often impedes elderly people in operating the pedals Latex gloves convey a limited sense of touch This is often a consequence of diseases such as diabetes Fingerless gloves help the young engineers to get a feeling for the lost power in the hands and the immobility of the fingers Earplugs simulate age-related hardness of hearing Specially designed glasses demonstrate the consequences of different eye diseases including common disorders such as glaucoma and cataracts In many cases people lose the ability to see in three dimensions Monocular vision causes the loss of the ability to view 180 degrees Another typical eye disorder results in a loss of vision in certain parts of the visual field For example, in the center Once all the elements are in position, the engineer slips over a jumpsuit A stiffened collar impedes the turning of the head The young engineer, who now feels like he's 65, is ready for his test ride Even stepping into the car is much more difficult than usual The handling and operation of the switches and buttons are now a real challenge for the engineer The same applies to fastening the seat belt which, under normal conditions, is certainly no problem for the test person While driving, changing lanes and turning around corners are particularly complicated One reason for this is the limited vision The other, the immobility of the neck In addition, the reduced hearing adds to the uncertainty Of course, one must not forget that getting older is usually a process which takes place slowly over many years and not within 30 minutes This means that an older person experiences these same limitations less intensively than a younger person to whom all this is completely new Nevertheless, no detailed description from an older person is able to replace the experience of feeling the limitations caused by the Ford Third Age Suit and that's why it is so valuable for young engineers As you can see, it is very important for the video to show you the people who are able to do to increase the details of the details So it also means that there are an advantages of the people who have a sugar They don't feel the limits of their eyes It's a very strong People who have problems for the eyes are having to do different things and everyone can capture problems from the eyes بحيث برضو الانجينير ياخد باله من اللي مش هتشاف او دي مش هتشاف وده فعلا خلى الشخص اللي حيستعمل العربية رغم اللي هو اقل من الناس دي في 30 سنة يعاني ويشوف المشاكل بتاعته ويشوف الليميتشنز بتاعته وده اللي احنا بنسميه اليوزر امسي يبقى زي ما شفنا اليوزر امسي هو تكنيك بيخليك تفهم اليوزر بيفكر في ايه وبيحس بايه وايه الامكانات بتاعته وايه الليميتشنز بتاعته فده يخليك تفهم التوقعات بتاعته عن البرودكت بتاعته يقدر التكنيك ده يخلي الكونسبتش والموديل اللي انت هتكونه اقرب ما يكون للمنتل موديل بتاع اليوزر عشان انت بقيت اليوزر بتاع السيستم نفسه الماب اللي قدامنا دي بتورينا ايه الحاجات اللي انت المفروض تفكر فيها في اليوزر امسي فكر هو اليوزر بيقول ايه على زي لو شاف البرودكت بتاعك هيعمل ايه بالبرودكت بتاعك هيفكر ازاي وهيحس بايه لما يحس لما يشتغل بالبرودكت بتاعي لو انت عملت الاربع حاجات دي هتعرف تتقن التكنيك بتاع اليوزر امسي فاحنا ممكن نلخص الحاجات بتاعت الكونسبتش والديزاين باللي احنا نقول اللي احنا بنحدد اليوزر والانفيرومنتال كونتكست اللي هيستخدم فيه البرودكت بتاعي واختار استيكهولدرز بيمثلوا الكاتيجوريز بتاعي اليوزرز اللي هيستخدموا البرودكت واعمل انيشي البروتوطايب الانيشي البروتوطايب ده عشان بس تتلستريت وتتبريين ستورم مع اليوزرز او الاستيكهولدرز دوله وتفضل تمشي في ايتريشنز معيهم لحد ما ترسع على الكونسبتش والدزاين وانا صراسيت على الكونسبتش والدزاين بالفقية تبقى تعمل البروتوطايب بجد وده اللي هنتكلم عليه ان شاء الله المحاضرة الجاي خلينا ناخد مثال اخير على موضوع الكونسبتش والدزاين ونفكر يا طرع ايه الكونسبتش اللي ممكن يوزر يفكر فيها لو انا قلتله اللي انا عايز اعمل اونلاين ستور اليوزرز عارفين الفيزيكال ستورز لو حد مثلا عايز يروح كارفورد او اي واحد من المولز عارف هو بيعمل اي فيه فعنده مينتال موديل معين مينتال موديل ده قد يشمل مثلا الكارت اللي هو بيزوقها في الفيزيكال ستورز يشمل الليستة اللي هو بيبقى جايبها معي بالحاجات اللي عايز تريها يشمل البروموشنز اللي تطلع له قدامه التخفضات والعروض يشمل البيمنت اللي هيعملها والشيك اوت اللي هيعملها مع الكاشير لما هو عايز يشتري الحاجات ده او في بعض الفيزيكال ستورز بتسوفورد السيلف تشيك اوت الواحد يروح هو يعبي الحاجات بتاعدي ده الحاجات اللي ممكن تيجي في دماغ الشخص لما كلمه عن ستورز فالشخص ده ممكن بقى يستحضر في دماغه الصورة الزهنية ده فيقول يبقى ان الانلاين ستورز لازم يمكنني لانا يبقى عندي كارت الكارت دي حاملة فيها حاجات وحبقى عارف الطريقة معينة اعمل بيها بايمنت انا متعود برضو في الفيزيكال ستورز اللي يطلع لي بروموشنز تخفضات على حاجات معينة بشوف السعر الاديم والسعر الجديد فلازم برضو الكونسيبت ده يكون باين لي في الانلاين ستورز ولاحظ الحاجات ده فعلا الانلاين ستورز بتعملها لما تجي تفكر بتلاقي الناس بتكتبلك سعر ومشتوب عليه ويتيبلك السعر التاني طب ليش اطب عليه ده هو ده اصلا حاجة عالكمبيوتر هو كمبيوتر في حاجة اسمها باشتوب بقلم لا هو عشان يقربلك الكونسيبت اللي كان الشخص كان شافه في الفيزيكال ستورز مش عادي ضيع منه حاجة من الانلاين ستورز اللي هو كان بيحس بيه فنحن ممكن نلخص كده الاكتيبيتز اللي بتحصل في الستورز اللي هي البروشيسنج او الاكسبوريشن بتاعت البروضط فيه ناس بتروح الستور عشان بس ايه تتفرج على البروضط اما الكونسيبتز ممكن نقول اللي هو الشيك اوت او البوكينج او البييمنت او الوشليست والتو دوليست والفعلا بين التو دوليست والوشليست والتو دوليست دي اللي انت بتبقى مواصي صاحب الستور على حاجات تكون انت لما تيجي تبقى يقولك عليها اما تو دوليست الحاجة اللي انت بتكون نادل وعمل تبقى انت عايز تشتريه فكده احنا كده حددنا الكونسيبتز فنقدر نكون كونسيبتشوال موديل معين يناسب الانلاين ستور واقرب ما يكون للفيزيكال ستور كونسيبتز اللي اليوزر ممكن يفكر فيه احنا بقى واحنا بنعمل الكونسيبتشوال دزاين بنلجأ لحاجة اسمها الميتافور والميتافور مختلف على حاجة تانية مختلف على حاجة تانية اسمها الانالوجي هل بالفعل من الميتافور والانالوجي؟ اانالوجي دي معناها اللي انا اديلك مثال تقريبي لحاجة هي مختلفة عن الحاجة اللي انا بتعمل معها دلوقتي بس هي متشابهة في النفس الموقف يعني مثلا تيجي تقول لحد انت تكونو بتدوره على حاجة ومش لقينها تقولو والله احنا بندور كأننا ندور على ابرة في قوم اش يعني إبرة في كوم أش دي انت أكيد مش بيدور على إبرة انت بدور مثلا على المفاتيح ولا حاجة زي كده طب ليه بتشبه المفاتيح بالإبرة هو انت فعلا بتدور المفاتيح ليه علاقة بالإبرة لا بس الموقف نفسه بتعلنت بتدور على حاجة في حتة مش عارف تلاقيها أو انت فقد الأمل يشبه نفس الموقف بتاع واحد بيدور على إبرة في كوم أش أو تكون بتتكلم مع حد وتقوله أنا مش بالع الفكرة دي فهنا انت بتشبه الفكرة وصعوبة استيعابك لها بكأنها أكل بتاكله ومش بالعه أكيد ما فيش علاقة ما بين الفكرة والأكل بس الموقف نفسه مشابه للموقف ده ده اسمه تمام في حاجة تانية بقى اسمها الميتافور الميتافور ده تشبيه بيبقى حاجتين شبه بعض في الكاراكتوريستيكس فبتشبههم ببعض تقول مثلا الود عفريت طب هو الود مش عفريت بس هو الود زي العفريت في الكاراكتوريستيكس بتاعته خلاص تقول مثلا الوقت كالسيف خلاص طب هو ليه كالسيف ليه الوقت كالسيف عشان هو ايه عشان فيه حدة فيه والوقت فيه ريسك لو 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 هرب منك خلاص يبقى ي يبقى يقطعك ويبهدلك زي ما السيف ممكن يعمل معاك ده اسمه الميتافور اللي احنا بنشوف حاجة شبه الحاجة اللي أنا بقارنها في كاراكتوريستيك معين لو انت نجحت اللي انت تلاقي ميتافور كويس للحاجة اللي بتعملها في سيستم بتاعك هيبقى الموضوع مقبول وحيبقى الكونسيبتش والمودل بتاعك انجح الى حد ما من امثلة الميتافورز اللي احنا لسه قلنها موضوع الكارت انت لما بتروح مثلا في امازون وعايز تشتري حاجة بتلاقي علامة الكارت قدامك هو فيه كارت فعلا انت مسكها وبتعبيها وبتاع لا مفيش كارت بس هو بيشبه لك الكارت دي بالكارت اللي انت كنت ماشي بيها في المحل بتعبي فيها الحكاية دي او لو رحت موقع بتشتري عربية بتلاقي فيه علامة باركينج طب هو فيه باركينج انت بتركن عربية في الموقع دي لا بس هو انت لما تروح تعمل تشتري عربية بتقدر اللي انت ايه تركنها على جام كأنك بتوقفها على جام بنفس فكرة الكارت برضو تمام فمن هنا بتظهر حاجة احنا بنستخدمها في الكونسيبتور دي اسمها انترفيس ميتافور الانترفيس ميتافور هو هو حاجة شبه الحاجة اللي انت عايز تعملها او بيجمعها بعض الخصائص مع الحاجة اللي انت عايز تعملها مع وجود اختلافات ما بينها وما بين الحاجة اللي انت بتحطها في البيوتر بتاع طب خلينا ناخد امثلة على الميتافور من امثلة الميتافور حاجة اسمها بنسمع عنها الكل يوم اسمها سيرش انجين نتيجي فكر في الكلمة هو في انجين الانجين يعني انجين مطور بشكل اللي احنا عارفين وده بالبنزين اللي بيخش فيه بالقدرة بتاعته طب احنا لما نقول سيرش انجين ايه علاقة السيرش ونبدو على كلمة بانجين هو جوجل مثلا عندها مطور كده وفيه بنزين وفيه صوت وتروس وحاجات تتحرك لا طب طب ليس مو سيرش انجين ايه اللي بيجمع السيرش بروسس او السيرش بروجرام او السيرش الاجرزم اللي بيحصل هنا بالانجين بمفهوم الانجين اللي احنا ايه بنفكر فيه اللي يجمع الاثنين تخيلنا الانجين ده حق قوية خلاص حق قوية وبتنتج وفيها برودكتيفتي وفيها حركة حاجة ريلايابل خلاص تقدر اتتمت عليها ده يخلينا نستعين بكلمة الانجين لما نيجي نقول سيرش انجين فيبقى سمينا السيرش انجين سيرش انجين عشان نستعير المنتال موديل اللي انت مكونه في دماغك عن الانجين وقوة الانجين في حاجة بنقدم هي لك اسمها سيرش انجين برضو من امثلة الانترفيس ميتافور ريسايكل بن نحن عارفين ريسايكل بن اللي هي السلة اللي بيبقى فيها بنحط فيها الحاجات اللي بنرميها واللي هي قابلة للي اللي نعمل عليها ريسايكل طب ايه علاقة ريسايكل بن بالاوبريشن بتاعت دليت اللي بتحصل عندك على الكمبيوتر العلاقة اللي هو انت لما تدليت حاجة كأنك بترميها في الزبالة تمام الحاجة دي خلاص انت مش عايزها بس زي ما انت ممكن رميت حاجة في الزبالة ممكن تروح الزبالة تاني وتروح اخدها من الباسكت ده ومسترجعها نفس الحاجة كانت بتحصل لك برح فهنا ده كونتينر للحاجات اللي انت مش عايزها وده كونتينر لحاجات اللي انت مش عايزها الحاجات اللي هنا هي حاجات recyclable الحاجات اللي هي ملفات فالانالوجي بتاع اللي انت تقول ده recyclable بتاعك يخليك اه لما حاجة تترمع انا ممكن افتحها واخدها او دي الحتة اللي تزيد قوي يتملق فيه حاجات تبعى حاجة مش مستحبة لك فتحب ان تفضيها تفضيها بالان ترميها فعلا تتخلص منها خالص تجد فيه analogy أو metaphor interface ما بين recycle pin وrecycle pin برضو من امثلة metaphor interfaces card design طلع مؤخرا المنظر ده تجد الوزرد اللي بتطلع لك في الwebsites شكلها اعمل زي كارت تلاقي كارت كده طالع لك فيه next to previous طب ليه هو كارت اعلقة الوزرد بالكارت الوزرد لو هنيجي نفكر فيها اللي انا بخش و بعمل خطوة اولى التانية التالتة ممكن اشبهها كأنها كارت كارت بتفرج عليه بيجيب لي معلومة معينة وبعد كده بخش في الكارت اللي بعده نفس الconcept تاع الكارت عملوه في ال dashboards تلاقي اللي ال dashboards متصممة كأنها مجموعة كروت مرصوصة قدامك وبتتفرج على كل كارت وكل كارت بيكون في معلومة معينة يوصلها لك زي كروت اللي انت بتعمل معيه او يطلع مثلا في ماتشات الكورة يعمل لك كارت كده الكارت مكتوب عليه النتيجة بتاعت ماتش الكورة طب ايه علاقة الكارت الكارت بيقدم لك اللي دي piece of information concrete على بعضها كده complete وممكن ترميها كلها على بعضها وتستبدلها بحاجة تاني فنفس الفكرة دي هي الفكرة بتاعت الكارت اللي عندها كل لما بقى الميتافور يقارب الحاجة بتاعتك اللي انت بتمثلها يعني الكارت كميتافور بيقارب بيقارب الشكل اللي انت بتبينه في ال product بتاعك هتبقى حاجة احسن فعشان كده الميتافور ده يعتبر سلاح ذو حدين ممكن يبني توقعات عند اليوزر ما تكونش موجودة في ال product بتاعك وممكن يقرب الفكرة اللي انت عايزت تقدمها لليوزر من ذهن اليوزر فعشان كده يعني مكونات بتاعته يعني لو هو كارت يبقى هو ليه ابعاد معينة شكل معين حجم معين هل هو مقارب للحاجة اللي انت بتحطها ده اسمه او تقول الميتافور هل هو للبروبلم بتاعتك يعني هل في علاقة ما بين الحاجة اللي بتعملها متافور والبروبلم اللي انت بتحاول تحلاله وفي علاقة بحاجة جميلة جدا عشان الشخص حيشوف متافور لحاجة هو بيعملها فحيبقى بياخد نفس وكمان مش بيعمل مابنج للدومين بتاع الميتافور مع الدومين بتاع البورتكت بتاعك تمام طب برضو الميتافور هو سهل للناس تبيجواليزوا وتربريزنت الميتافور ده يعني الميتافور ده سهل للشخص يستحضره وحاجة من حاجات المقلوفة اللي ممكن يفتكرها ولا لا يكون لها مثلا شكل معين ثابت ستاندرد او ريحة او حاجة لي علاقة بالكسبرينس بتاع اليوزر لحيث يقدر يسترجعها بسهولة انت مش تختار متافور لحاجة اصلا اليوزر ما يعرفهاش او حاجة ما عندوش شكل ثابت لها عشان انت مش مهمكش الميتافور يهمك الكسبرينس او يهمك المنتال موديل اليوزر مكونه على الميتافور ده طب اليوزر زي هيفهموا اصلا الميتافور ولا هتلاقي اصلا انت بتشرح ميتافور وهو مش عارف الميتافور هتلاقي نفسك ايه بتشرح حاجة محتاجة شرح فدي طبعا ايه نقطة مهمة جدا طب الميتافور فيه ممكن اعمل لها وابني عليها والكاركتريستيكس دي تشابه الكاركتريستيكس بتاعة البروتكت بتاعي او فيتشورز قدام احطها في البروتكت بتاعي او لا ده برضو هتبقى حاجة ضريفة جدا بس خود بالك ان في النقطة دي ده يعتبر سلاحظوا حدين زي ما كنت بقى قولت الي انت لو اخترت متافور بيقدم فيتشورز عمرك وانت عفت اعملها في البروتكت بتاعك يبقى كده اليوزر حيبقى عنده يلاقي حاجات وهيبص في البروتكت مش هلاقيها فهيلاقي ايه حالية الغنى والصراء بتاع الميتافورز محصلوش في الكنسيبشول ديزاين اللي انت بتقدموه فبتعالي ناخد مثال على موضوع الميتافورز فكريم الترابل اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده اللي هو الموقع اللي بقوله والله انا عايز اطلع رحلة في الحتة الفلانية وانا امكانياتي كذا وفسحني بقى وادين وهو بيعملك الفصحة وطلعلك البلان انا عايزك تفكر في ميتافور للموقع ايه ميتافور مناسب للترافلينج بلانر بتاعنا هجيلك دقيقة تفكر فيها في جود ميتافور للموضوع حسنا نحن نرى اثنين ميتافورز ممكن اعتبرهم ميتافورز كويسين للترافل بلانر متافور الاولاني الترافل بلانر الترافل بورشوري ممكن اقول اللي دا يعتبر ميتافور للبرودكت بتاعي البرشور اللي هو الفلاير اللي بتموضوع عليها البيانات بتاعة الرحلة الميتافور الثاني الترافل كونسولفانت اللي هو الشخص اللي بروح له واقول له ان عايز اطلع رحلة معينة وهو بايه بيروح مزبط لي الرحلة وحجز لي الحاجات ومديني ايه تفاصيل بتاعته دولا اثنين متافورز حييجه في دماغ اي يوزر او اي شخص هقول له انا هعمل لك ترافل بلانر منهم بقى يتدي يفهم هو ايه ترافل بلانر وبيعمل ايه وامكانياته ممكن يكون دولا بيجمعهم بعض الخصائص مع الترافل بلانر بس الترافل بلانر بديدير امكانات اكتر من كده خلينا نشوف الخمس اسئلة اللي احنا سألناهم قبل كده بينطبقوا ازاي على الخمس على الاثنين متافورز بتاعنا اللي هانا عندما نتحدث عن استراكشور استراكشور بتاع البورشور هو عبارة عن ورقة متطبقة الورقة دي بتدي معلومات عن رحلة معينة وهي حتف الاول فيها table of content وبعد كده details عن الرحلة وصورة للمكانت هل ترافل بلانر قريب من الاستراكشور ده ولا لا ده سؤال محتاج تفكر فيه طب اكيد اللي فيه ما بين وما بين الاتنين بيكلموا على رحلات انا مش بقارن له حاجة في دومين تاني او مشكلة مختلفة وهي نفس المشكلة فهل هل سهل الشخص يستحضر في دماغه لما قوله المشكلة يستحضر في دماغه اللي هو الورقة اللي مقسومة ثلاثة دي اللي الواحد بيفردها وتفرج عليها طيب فيه physical appeal للبورشور حاجة ممسوقة بالايدة للناس تقدر تعملها هل الناس تقدر تفهم المشكلة هل الناس تقدر تفهم الترابل بروشور هل الترابل بروشور ده لإمكانيات ممكن اكسباند عليها؟ لا هنا ده كميتافور ما تقدرش اللي انت تقول لحتة الورقة دي هتقدر تعمل إمكانيات كبيرة منها اقدر اقول اه الامكانيات دي هعملها في البرودكت بتاعه في حتة الامتاشن دي هي واقعت فيها كميتافور طب تعال ناخد الميتافور التاني بتاع الترابل كونسلطنت هو شخص بيتكلم وباخد ودي معاه كستركشور هو مثيل للسوفتوير الويب سايت اللي فيه ما بيننا و احنا بنكلم قطعا هو عشان هو ده الحاجة البديلة للترابل بلانر ففعلا هو وبعد اتكلم معاه واقول له الدنيا عاملة ازاي واقول له الكريتريا اللي انا محتاجها فهو البرزنتيشن هل شخص يقدر يتخيل ترابل كونسلطنت كبني عدم لشكل معايد هو ده الكنسلطنت اللي بتكلم معي لكن المسؤول ده استراه المسؤول هل استراه نحتنا المسؤول نحتم من المسؤول من المسؤول المسؤول لوجد لضع سمارت هل المما يضبع مقرد المطبوعة لرحلة واحدة بس عشان هو عنده دماغه بتفكر وداتابيز يقدر يروح لها وحاجات طولز يقدر يعملها يقدر يتكلم يقدر يغير يعني فيه حياتي فيه امكانيات كتير عند الشخص ده فالترافل ممكن يبقى هو الميتافور الأمثل للترافل بلانر اوه لو هنكرنه بالبرنتد بورتشور هو احسن من البرنتد بورتشور الاثنين ليهوا مستركشور والاثنين والاثنين البرنتشن بتاعهم كويس والاثنين واثنين البرنتدابيليتي الترافل الكنسولتانت يفوز على البرنتد بورتشور دي الريفرانسيز اللي استخدمتها النهاردة عندنا الاثنين سيكشنز دولة من شابتر 11 ده اوبصايت ضريف جدا بيشرح الفرق ما بين المنتال موديل والكنسيبتشوال موديل الكورس ده كورس كويس جدا انصح كل انتوا تشوفوك هو كورس فري بتقدمه اداستي مش هياخد منك وقت يعني هو كام ساعة هتاخدهم بيتكلم على الافوردابيليتي بيتكلم على الكنسيبتشوال موديل بيتقدم بطريقة ضريفة جدا كلها مجموع الفيديوهات صغيرة كل فيديو من دقتين لثلاث دقائق بس بتقدم لك معلومات ضريفة جدا بالنسبة الاثنين انا عايزك تفكر في حتة اليوزر امسي بس لما تفكر فيها حاول تستخدم المثال ده هنا احنا عايزين نعمل حاجة اسمها شسد امبلنتد اتماتك ااا شتياف امتك ديويفئج ت побرا...! هذه عبارة عن ايه؟ عبارة عن جهاز بيتزارع في الخصفيل في الحتة افكار ناجح الاجحة بس إيما تفكر على aprender أقدر أعمل يوزر أمسي لحاجة زي كده تمام؟ ازداد حس بالراجل اللي هيستخدم البرودكت ده بيحس بي فكر وولي أفكارك في حاجة زي كده تبقى عاملة زي كده التاني اللي أنا عايزك تفكر إيه الـ concepts المختلفة اللي ممكن تستخدم لو حد عايز يعمل online educational system مثل Microsoft Teams أعلى وحد عايز يعمل virtual meeting زي زوم أو جوجل ميتنج إيه الـ concepts اللي الواحد بيستخدم اللي ممكن استخدمها هنا في الـ systems دي اللي بتقابل الحاجات المثيلة ليه يعني مثلا online educational system الـ concepts هتبقى أكيد مستمدة من الـ educational system الحالي عندك مكانك في الكلية انت إيه اللي بتشوفه في الكلية متوقع لما أقولك اللي أنا هنقللك الكلية بقى وخلالك online تلاقيه في الـ system online أو اللي أنا بقولك اللي احنا عايزين نعمل virtual meeting طب انت أصلا كنت بتعمل إيه الـ الكنياتك اللي انت بتعملها في الـ meetings فتقدر تقول اللي الـ concepts دي أنا متوقعها ألاقيها في الـ virtual meeting software اللي انت عاد تقديم بقى مرة جاية ان شاء الله هنتكلم على الـ prototyping اللي هو المرحلة الثالثة من مراحل الـ interaction design process ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر